اهلا بك سيد ووربرغ في قناة الجزائر الدولية شكرا شكرا جزيلا يا أستاذ أبد القريم شكرا لقناة الجزائر الدولية على هذه الفرصة الرائية جدا سيد ووربرغ في البداية بما تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث عن أمر لافت وهو قضية ضرورة إصلاح هيكل هذه المؤسسة الأممية وخاصة ما تعلق الأمر بمجلس الأمر لكنه لم يتحدث عن التفاصيل هل من تفاصيل عن الإصلاحات الحقيقية التي تريدها واشنطن في هذه الهيئة؟ نعم سيكون على الأسوأ لأن الإسلام من أهم أولويات لدينا من جانب الوليد المتحدة هذه السنة في الجمعية العامة في الأمم المتحدة لأننا نرى أن هذه المؤسسة الأمم المتحدة تمثل كل الدول في العالم ليس فقط الدول القبرى، الدول الغنية، الدول الغربية لا لازم هذه المؤسسة وكل المؤسسة الدولية الأخرى مثل المصرف الدولي، مثل الصندق النقل الدولي كلها لازم تمثل كل الدول في العالم، لازم تمثل كل الشعوب في العالم ولازم تكون أكثر فائليا أكثر شفافيا أكثر شموليا إذن لذلك نحن نراهب مشاركة الجزائر مثلا في المجلس الأمن ولكن هذا ليس كافي نحن نريد أن نرى دول مثل الجزائر تشارك في كل المؤسسات الدولية في كل اللجنات واللي جاء لديها هذه المؤسسة الأمم المتاهدة لأن فعلا هذه الإدارة ترى أن حان الوقت كنا نتكلم حول الإسلام منذ سنوات بالنسبة للأمم المتاهدة ولكن هذه الإدارة ترى أن حان الوقت لنمور من الكلام إلى الفعل شهدنا أيضا في الفترة الأخيرة اهتمام كبير من واشنطن بمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل أيضا وتعرف ما تشهد هذه المنطقة من أزمات ونزاعات حتى عسكرية وأيضا شهدنا موقف أمريكي ينزع إلى الحلول السلمية وهو ما يتوفق إلى حد بعيد مع الموقف الجزائري كيف ستواصل واشنطن في هذا الموقف الذي يبتعد عن الحلول العسكرية التي تردع بعض القوى الدولية والإقليمية؟ بشكل عام الوليد المتاهدة تتفق 100% من الهكومة الجزائرية بنسبة هذا الموقف نحن دائما نفضل المصاري الدبلوماسي كما كنا نفضل المصاري الدبلوماسي في أي وقت وفي أي من الأحداث التي تضرب العالم الآن ونحن نرى أن الجزائر والآن هذه الهكومة تلاعب دور مهم بنسبة الاستقرار والأمن في المنطقة ونحن لازم نشكر الهكومة الجزائرية خاصة بنسبة اهتمامها حول مثلا ما حدث في نيجير ودليل على ذلك الاجتماع بين النائم مسائد وزير مالفي والوزير الخارجية الجزائري لأنه كان يناقش في هذا الاجتماع المهم كل الملفات وكل التدائيات من هذا الصراع في نيجير ونحن نعرف أن كل دول مجورة من نيجير ممكن سيكون متأثرة من ما حدث في نيجير لأنه نراهب هذا الموقف من الجزائر لتلاعب دور أكبر في هذه الملفات دائما في إطار العلاقات الجزائرية الأمريكية حتى قبل أزمة نيجير كانت هناك بمناسبة استقلال الجزائر رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الجزائري عبد البجيد تبون أعرب فيها دخلال هذه الرسالة عن رغبة واشنطن في مزيد من التعاون مع الجزائر كيف يمكن أن تضيف هذه الأزمة الأخيرة في نيجير وتوافق المواقف في دفع عجلة التعاون أكثر بين البلدين إذن أولا لازم نبدأ مع نقطة مهمة وهي أن من الممكن أن نقول الآن ليس هناك أي وقت في الماضي عندما كان لدينا الألاقة القوية مثل لدينا اليوم بالنسبة للألاقة الثنائية بين الجزائر والوليد المتاهدة اليوم هذه الألاقة تتقون ليس فقط من التعاون والتنسيق في مجالات مثل الأمن والاستقرار ولكن أيضا التعليم والثقافة والتجارة أكثر من مئة شركة أمريكية الآن موجودة في سوق الجزائري الآن لدينا كثير من البرامج التباضل وبرنامج أخرى لدينا تنسيق في كل هذه المجالات ثقافة والتعليم إذن نحن نرى أن الألاقة الثنائية بين البلدين قوية جدا وليس فقط على سيد الرسمي هذا مهم جدا نحن قد دبلوماسيين عادة نحن أو أحيانا نحن نتكلم محاولة جانب السياسي سياسة ولكن بكل صراحة أهم من كل ذلك الجانب الشخصي بين الجانب الصداقة بين الجانبين بين الشعبين نحن نريد أن نشجع علاقة مثمرة مباشرة بين الشعب الأمريكي والشعب الجزائري بحديثك عن الصداقة كآخر سؤال أيضا كيف ترى مستقبل العلاقات بين البلدين نعم إذن نحن متفاعلين بكل صراحة نحن متفاعلين جدا لأن كل هذه التجارة لدينا تقولنا أن نحن كلنا مستعدون لنخش إلى مرحلة جديدة مرحلة ثانية بالنسبة للعلاقة نعم لدينا كل هذه التنسيق وتعاون نتكلمت عنها ولكن من لازم نبحث عن مجلة جديدة هل لدينا إمكانية لنخش في تنسيق حول تغير مناخ مثلا أو مجلة أخرى تكنولوجية الذكاء الاستنائي من لازم نبحث عن كل الإمكانية لتوصية هذه العلاقة المهمة شكرا جزيلا لك سيد ويربرغ سام ويربرغ متحدد في الخارجية الأمريكية كنت معنا في الجزائر الدولية شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك